السلام عليكم اليوم السبت 19 نوفمبر 2022 الحلقة 91 مكرر سبيسيال سبيسيال بن كيران اليوم سمدي 19 نوفمبر 2022 EPIS 91 بيس سبيسيال بن كيران في الحلقة الفيتة في نهاية ديالها كنت تكلمت على لسوس الانفورميسيون ديال ديال المخابرات وقلت على انه هو جميع لسوس ديال المخابرات كانوا كيتخلصوا شهريا بحل الموظفين بحل أطور ديال الدولة هاد هاد لسوس ديال المخابرات من الفواتسعمية وستين حتى الفواتسعمية وثلات وسبعين ودلا ديستي من 1973 حتى اليوم هذا في 2022 ولد جد من 1973 حتى اليوم 2022 هذه السورس كاملين كانوا عندهم وزارة صحيحة هذه في جميع السورس دي موندونتي عندهم دي سورس دينفورماتيون اللي كيتخلطوا او لا اللي كيتعونوا معاهم ونيسونج ديال ديال ديالك المعلومات اللي كي يجبوا لهم كي يقضوا لهم الغرض ديالهم اما ادارة الامن الوطني فهي التنظيم ديال هذه الادارة الامن الوطني تنظيم يعني ادارة عادي كل شي فيه تيغطي يكون في يعني فيه لكلارتي مكنش حاجة لمدرجة كل شي بين ميزاني ديال الإدارة الامن الوطني كينا ميزاني ديال الادارات داخل الادارة الامن الوطني كينا على المستوى الإقليمي كي الميزاني ديالك شكل تريجونال عند ميزاني ديالها و في لم يكن هناك في المنزل المتحدة الجزير في المنزل المتحدة على الرسائر والترجم ، وهذا ما هو المتحدة في المنزل المتحدة الجزيرية ، هذه المنصرية التي تكون في البلدان الصغار في البلدان الصغار يتبعون الأرنسية المجنورة فيهم الأسر الدجر هذا الأسر الدجر للرباط الذي كان الشاف وهو الكوميسير دي بوليس دريس الوسري ما بين سنة 1964 و سنة 1991 والذي كان فيه كذلك الحاج الخلطي لعدة سنوات حتى تتقعوا دي بولدان الصغار هذا الوسر الدجر دي بولدان الصغار والذي كان في الماثلقة المغربية كامل كانوا عندهم لسوس دي بولدان الصغار كانوا عندهم لسوس ديرون ما كيتخلصوش إنه ما عندوش ميزانية هنا في كالفرق السيرويس سبيسيو عندهم لكيس نوار والسيرويس دي بولدان الصغار ما عندوش لكيس نوار هنا في كالفرق السوس دي بولدان الصغار السيرويس سبيسيو كلهم كيتخلصوش إنه ما عندو ميزانية وهو ما تتخلصو مدوك لكيس نوار وعندوش لكيس نوار ودريس البسري لي كان رائث السيرويس دي جير ولا ميزانية خلصوه ٍ ما عندوش لكيس نوار كل يوم يخلصهم جيوبهم لسورس كانوا يتعاملون مع ذلك السورس يعني بقراطفة بعد اختراتي اللي احتاجوا ببوران سير بيت سيرون ديلي ولكن الامزرات ديالتهم الشرعية مكيناش اذا كانوا يتعاملون مع المخابرات مقابل الاجراء مقابل الاجراء شغرية مقابل الاجراء شغرية مقابل الاجراء شغرية أقرر شغرية داخل داخل الاسلاميين الاسلاميين الذين من غير الاسلاميين دي الاسلاميسين إذا كانوا يتعاونوا مع معاقة من الاستعلامات دي الشرطة معاقة نيرون سين موجينيرو أرى كيتعاملوا معاهم يعني كرت ويتما ولكنوا دي الشرطة مهمة تنظن غادي يفضلوا يتعاملوا معا المخابرات ما غاديش يتعاونوا معا ليرون سين موجينيرو غاديش يتعاونوا معا المخابرات ومن الأولين إذا لم يتعاونوا معا المخابرات يتعاونوا معا ليرون سين موجينيرو ما غاديش يتعاونوا بإن بإن هذا الموضوع دي العبد الإله بن كيران أرى الناس يفهموا لكان إنسان سولس دان فورمسيون دي المخابرات أولا لكان سولس دي دان فورمسيون دي رون سين موجينيرو أجل داخل الإسلاميين دي المتبعين دي المتبعين دي إسلاميسين كان صعيب على المخابرات باش يدخلوا معاهم ولكن كينين في هون يثورت الانفورماسيا داخل مجموعات داخل الإسلاميين الإسلامياتين وفي الإسلاميات الذين كانوا متبعين للشبيب الإسلامية والذين من بعد وفي السنين هم في نفس الاختيبات ديالهم مع الإسلاميين مثل مثلا عبد إله بن كيران ولا سيد الدين العثماني ولا مصطفى الرميد ولا جميع الإخوة الذين كانوا معاهم أراها كانوا دائما فيهم وحد فيهم وحد في الداخل يمكن فيهم اللي كانوا كيتعاونوا مع المخابرات مع لدي السي ولكن اللي يخصوص الناس يفهمو الناس اللي كيدلوا لكومنتير على هذا المقالات اللي كان ديال أنا من هذه عدة شهور والناس التسلوبية يقول لي أن هذا على من كيران يقول على من كيران وش بغين ندير نقول الزور نكذب على من كيران ما يمكنس أنا المقالة ديالي راني نحاول نقول لكم من جديد راني كاتبها ما بين 1998 و2004 كاتب هذي كونفيسيوم بموار ديالي بيتكسب ديالهم سانة قبل التقاعد بس نخوز التقاعد وبيتك نستمر فيهم حتى 2004 وهذي كونفيسيوم بموار ديالي ركا تغطي جامعة لحيات ديالي المهنية اللي بدات بسنة 1959 وانا عندي 18 العام اللي بدات من المقاتعاء الكاتريا ماروندي سمو ايربان ديال عصة المعاج بمراكش ومن بعد في سنة بس سمع وخمسين جيت الستيام مارونديسمن ديال 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 الدرب البلدية في كاظرلونكا ومن بعد في عام ستين من ستين تحتل تلاتة وسبعين وانا في الكرآن ومن تلاتة وسبعين تحتل تلاتة وسبعين كنت كنت في لاتجد كنت ديت أشوف لاتجد وما دائما كنت أنا متبقى للأمل الوطني ومن بعد رجعت لدي الستي وبقت مستمر احتخل اشتق عود في 1990 1990 في هال مدة كاملة ما يمكنش ليا نقول واحد حاجة اللي هي غلط باش نغرق واحد إنسان ولا ما يمكنش ليا داخل المصاريح اللي كنت فيها كنا منظمين بنفس شكل في الوقت دي الكارد آ ونفس النظيم اللي بقاها تل فلا دي استري كنا مثلا كل جوج دي جوج دي الدباط مكلفين بواحد الحزب أنا ومحمد المسناوي كنا دائما مكلفين بالاتحاد الوطني القوات الشعبية واتحاد الاشتراكي القوات الشعبية الإخوات اللي كانوا معنا في في الكونتر السيفير السيون كانوا كل جوج مكلفين بحزب وكانوا جوج من الضباط اللي كانوا معنا جوج منهم كانوا مكلفين بالإسلام المهني بحقيقة في الكونتر السيفير السيون ما كانش عندنا السير المهني السكري مطبق لنا أي قضية كنا نخدم فيها الخدمو فيها ان جروب وفي هذا الشجير السورس كانوا كل حزب عنده السورس دياله وهذا السورس تكون عارفين هم غير هذو كل ناس مكلفين بذلك الحزب مثلا الحزب الوطني القوات الشعبية والحزب الاشتراك القوات الشعبية كنت نوم سناول المكلفين به كان عارفولي السورس دا الفورماتيون ديالنا كلهم ولكن معا كان في أي ديبرتمون كالموظفين تخرجوا كونجي واحد شرف سنة في اللول لكل سنة كتدار واحد لإحد ديال ديال لكونجي ديال موظفين ديال ديال ديبرتمان اللي كتوصل الوقت ديال كونجي داك الموظفين تيمشي كونجي 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 أدميستراتي بالحزاب خورين تيجي موقات منك يجي في هذا الشهر ديال الروم لاسمان تعرف السورج ديال كونجي لا المنا irrepressегда حتى الممدى في التصميم كان هناك على الجانب، في ببavorية، لكيويند، أو الأسفل، وفيام، وتأثير أو أشخف الدول النهائ긴 دولين، أو إج dependent عام، أب threads، أو سي Laurencin، أثقاب المكوين، أوكبن العام، أوكب� الن lattice néذي evolves قاعد شهور دي السنة تيمتين شوفيهم كونجي موظفين منيك يمشي الموظفين الجوج دوج دباط اللي مكلفين بالاسلاميين منيك يمشي فيهم واحد كونجي تيب لصيه واحد اخر من واحد من نفس دي بارتمان منيك يمشي فيهم كونجي تيعرف دي اللي في الاسلاميين هذا هو التنظيم دي المخابرات الشيء اللي كي جعلنا مع الوقت ومع السنين كان عرفوه جميع المخابرات اللي كينين في الكابآن من جميع الأحزاب إنه هاد قدير ديرت شهر في السنة ديت الإنسان كينشي كونجي هرا كيت تعرفيها بزرح تحويز وكل سنة وكل سنة بحل بحل عشانا قلتو باش نفسر بإنه هو أنا شخصيين ما كان عندي حتى شي علم بإنه هو ما كان عبد الإله بن كيران هذا شي ما كانش إلا كان عبد الإله بن كيران كي تعاون مع دريس المصري رئيس المخابرات رئيس دير جي اير دير ليكس ايرجي ما بين 1964 و ألف وتسامية وواحد وسبعين ولكن كي تعاون مع الحاج الخلطي اللي كان يعتبره كوميسير البوليس في ال اس اير دي جي اير لعدة سنين طويلة إلا كان كي تعامل مع الحاج الخلطي هادشي شكل أخر هاد المعاملة اللي كانت إلا ربما إنه إذا كشي مش يشغل نحنا إذا كشي شغل لو اس اير دي جي اير لرون صيني مو جينيرو هم اللي يشغلهم هادشي هذا هم اللي يشغلهم هادشي هذا هم اللي يشغلهم العاملة هم اللي يشغل اللي كانت ما بين القطور ديالهم وما بين السورس دانفورماشون ديالهم أنا كنعود نأكد بأنه هو داخل هاد الاسلاميين راكنوا دا في الداخل ديالهم دي السورس دانفورماشون ديال الكابان دي السورس دانفورماشون ديالا ديالستي وراه باقين الان الفين واثنين واتشغيل را نفس نظيم نصلي السورس السورس منك يدخلو منك يتحو في الفخ ديال المخابرات وترجعو كيتعاونوا مع المخابرات كالسورس دانفورماشون وتبقوا عندهم مسؤولية في هادك الحزب تبقوا محكم عليهم بش يتعاونوا دائما مع المخابرات كالسورس دانفورماشون تبقوا تتعاونوا مع المخابرات حتى يموتوا الحياة ديالهم كاملة وهما كيتعاونوا يكون هادك الشخص ديك لسورس دانفورماشون إلا كان عنده واحد منصلي صغير في حياة دياله وهو عوضوا في هذك في صدق الإسلاميين إلا كان من بعد طلع وعاد موظف كبير ديالدولة أو لعادو الزير أو لعاد رئيس الوزراء راتبقى دائما عندك السيربيس إنسورس دانفورماشون اللي عندها البسولونيم ديالها إكس إنهم اللي يدوز تيعود سورس دانفورماشون تيعطوه واحد الاسم باش تيبقى معروف بيه في مخابرة ما تيبقاش بالاسم دياله مثل بن كيران كنت تعطيه اسمية أخرى تعطيه ميناري ولا موتسكي ولا أي اسمية كنت تعطيها لي ما كنت قد تسميه بن كيران وهذي شي راها هذا الشي تعلمناه في ذيك الوقت من عندي زيكسبر أمريكاني لاشيئا ملعلمون هذا مسائل ونحن الآن تنأكد بأنه عبد الإله بن كيران ما كانش تسوش دينفورماتيون ديالكبئان ما كانش تسوش دينفورماتيون ديالكبئان إلا كانت عنده علاقة إلا كانت عنده علاقة كانت عنده مع الحاج الخلطي اللي كان كوميتر ديالكبئانيون للمدة تقريبا 40 سنة على الأقل 35 سنة في الرباط وكانت عنده علاقة مع دريس بصري من دنس إنه ديس بصري مني كان في ليرونس في الموجينيرو مني كان في ألاطيات ديالو إسر ديجير كان في الرباط ما بين ألف وتسعمائة وربعة وستين وألف وتسعمائة وواحد وسبعين هذا الوقت كانوا يدل الله بدوا الإسلاميين كيتحركوا شوية وبقيمهم حروفين في الموجينيرو في صدية السبعينات عدو كيتعرفوا كتر في شي من بعد الجريمة ديالك القتل الوحشي ديال عمر بن جلون في سنة 1975 والسنوات اللي من بعد من بعد دكسيل عادوا كل الإسلاميين عادوا كي قرام زيان وكي تقفوا مع رسولهم وعادوا عادوا ناس خورين ناس متقفين وهذا هالإسلاميين هم اللي اللي تفقوا مع مع تفقوا مع مع المخابرات ديلا ديستي باش باش دارو هذاك الحزب ديلا الدكتور عبد الكريم الخاطب في الحقيقة هذاك الحزب اللي اللي غيسموه من بعد لبي جيدي راك الحزب ديلا ديلا عبد الكريم الخاطب كان جامد كان ناس سنين طويلة هو ناس كان منسي يعني هائيين حتى عود حيها من جديد باش دارات الإسلاميين باش دخل به الإسلاميين للساحة السياسية ومخابرات ديلا ديستي دارت هاد قبطت هاد القرار في السينات باش تحارب هادوك السياسي الخرين ديلا عاد الإسلامي يسين لو تحاربهم غتحاربهم بالإسلاميين بحالهم وانا راني كان أكد على أنه هاد عبد الإله بن كيران عمره مكان لي وجود كالسورة دان فورماسيون في المخابرات ديلا ديستي من بعد هاد الفيديو أنا ميقن بزاف ديالناس اللي ما غديش يعجبوهم الحال وغادي بدي يقول وراها هراها نبيع الماتش ولا مشري ولا مرش أنا ديما ديما في حياتي مع مره ما بعت الماتش ما كان بيعش الماتش هدفنا ما كانش نتجرش هو أنا من كان من كان من كان الله يخليكم ما تقولوش هاد الكلام ديال ديال جيت من جيت من كيران أو لا نخلصني شي حد بس نقول هاد الكلام أو لا هاد شي يقولوك يمرني لا علاق لي مع هاد مع هاد الأفكار ويصفت لي شي كومونتار وذكر لي فيه ابن كيران يذكر لي شي حاجة لي هي معقولة ميبقاش غير سمعنا هادي قال هادي شارك فهادي قال الهدراء خاوي الهدراء لك الهدراء خاوي والهدراء الخاوية والحقيقة هي هادي اللي عارضنا إلا كانت حقيقة أخرى الله أعلم هادي الميف رأطوناه من اليوم والسلام عليكم ورحمة الله إلى الحلقة المقبلة إن شاء الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله